أهلاً وسهلاً بكم في حلقةٍ جديدةٍ من أسرار شرق وسطية لم يفت عن الخارجية الآذرية أن المساعدات الإنسانية القادمة بن باريس تحمل إليها أيضاً مضرعات هذا الذي اكتشفته المخابرات الآذرية بمساعدةٍ تركية في حدود المائة وأربعة وعشرين في هذه الطلعات الثلاث بعد اتصال لودريون بنظيره الأرميني كانت المشكلة بالنسبة للآذريين هو هذا القصف المتوالي حيث اختزلت المعركة اليوم خصوصاً في تارتار وفي ما تسميها الخارجية الآذرية كاوغول أي التجاه نحو كاوغول من كالباجار الآذرية وخصوصاً القصف المائة وعشرين والثمانين ملمتر كان مهماً جداً بالنسبة لوزارة الخارجية أن تؤكد على هذا خصوصاً وأن شوشي لازالت الهدف كما قلنا ولا زالت طائرات بدون الطيار هي التي تسمح حسب المراسلين الذين وصلوا إلى عين المكان المهم في هذا كله أن كل الذي يجري اليوم هو في حدود المدرعات بلاسان سكاند كات وهي عند الطرفين معاً خصوصاً أنها الإسرائيلية وحرب المدرعات الجاري والذي تدخل فيه فرنسا بشكل مكثف جداً وتعلن فيه على ناستنق اثنان وثلاثة أو دوية خواء في مقابل البلازا والعكس بشكل كامل إذن نحن أمام قصف شديد جداً ويركز على المدرعات إنها حرب المدرعات على الأرض في حرب التقدم الذي يجريها الجيش الآذري كان مهماً جداً بالنسبة للدرون التركي والباكستاني وأيضاً المطور آذرياً أنه عمل بشكل مكثف على سماء إخلاء سماء شوشة بالكامل يعني أننا نحن أمام المدينة الثانية على مرتفعات 1800 كم لأن هذه العاصمة شوشة تطل عليها فالمرتفعات هي المهمة 1200 إلى 1600 هي المهمة بالنسبة لهذه الحرب التي قد تحسن بإسقاط شوشة اليوم لا وجود لكثير من الناس في هذه المنطقة أغلب المدنيين انسحبوا وبالتالي فإن شوشة مقيدة بشكل كامل إلى فعالية المشات على الأرض وأيضاً المسيرات الكثيفة الأزيز وبالتالي فإن شوشة اليوم مؤهلة أن تسقط وإن سقطت فإن نصف المعركة قد تم أما بالنسبة للدعم الذي يحدث اليوم بالنسبة للفرنسيين والتدخل الفرنسي الموجود تحت المساعدات الإنسانية عبر إيصال مدرعات فإن الأمر متعلق أولاً بمخزون فرنسي هو استعمله الليبيون في وقت سابق وتعاملت معه البيرا قدار بشكل كافي عندما أقول البيرا قدار فأقول الدرون التركي بشكل أصح لذلك فبالنسبة للتيبيتو عموماً التي استطاعت أن تعزل وتحيد الآس 300 فبالنسبة لهذه فتكون القصف متوال ومكثف ويمكن تجاوز المدرعات الفرنسية لكن الأرمين يريدونها على الحدود من المهم جداً أن كثيراً من التعليقات تأتي أن إيران مع أرمينيا اليوم يتقدم الأذريون على الحدود هناك 13 قرية أكثر من 13 قرية إلى حدود العشرين قرية كلها على الحدود المجانمة لإيران هي التي سهلت مأمورية القوات الآذرية ولذلك فهناك أكثر من 6 طائرات درون كلما كانت إسرائيلية كلما قصفت وأزيلت وهي أغلبها أرميني تمر عبر الاختراق التراب الإيراني وتحاول القصف من جانب الأذاري والعودة من خلالي وفي العودة دائماً تكون هناك مصيضة إيرانية بالأساس ذلك فالنظر استراتيجياً إلى الوضع نحن نؤكد على أن إيران محايدة للغاية بالنسبة لهذا القتال الجاري على حدودها تماماً وبالتالي فإن الآذريون يتقدمون أكثر على الحدود الإيرانية هذه للإشارة فقط أما بالنسبة لخطوط القصف الموجود فمنذ أغجبابي بعيداً عن قصف بأسكادبي أو بأي سلاح طاكتيكي أو استراتيجي إذن أغدام جدرة جبرائيل فضولي وهدروت وأغجبابي كلها تحاول هذه الجبهات أن تفتح القصف بالأساس على أمور ثلاث أولاً هناك قصف للمراكز السيادية لما يسمى بحكومة الإقليم فهذا هو التركيز بالأساس ليس هناك أي مجال للمناورة لأن هناك قصف لما يسمى بالسيادية لكل الحكومة الإقليم وبالتالي فهناك عزل بالكامل لهذه المظاهر السيادية هناك قصف شديد ومقصود للبير قدار وغيرها من أخواتها وشقيقاتها بهذا الاتجاه ثانياً البنية التحتية بالنسبة لكل ما يساعد يعني البنية المزدوجة هذا مستهدف أيضاً بالنسبة لليوم هو التركيز على حرب المدرعات لأن بعد الاحتراق الشديد الذي يركز على الجبهات وأيضاً على البنيات المدنية لأن المهم بالنسبة للأرمن هو أن يخرج من جانجا ما يخرج من الأرمينيين من إقليمهم كانت هذه المعادلة المدنيون يجب أن يخرجوا ويتذوقوا نفس الألم ولا يكون في حدود الإقليم في حسب قتل 61 مدنياً وأكثر من 282 جريحاً و1886 منزلاً مدمراً وتسعة منشأة وهناك 341 منشأة مدنية وبالتالي فنحن أمام في نظر الآذريين جرائم حرب لكن المهم في كل ذلك هو هذا الذي جعل البير قدار في قلب الشكوى التي أعلنتها أرمينيا وأيضاً اليونان تخيلوا معي أنه البارح عندما كان هناك دين دياس في قلب أرمينيا كان الاتفاق على شيء واحد البير قدار مزعجة وتعتبر من إحدى الأسلحة أسلحة للنيتو وهذا ما يريده النيتو أصلاً واتفقت طرفان الأرميني واليوناني على اعتبار هذا السلاح سلاح النيتو فأتت شكوى الأرمينيين على أساس هل النيتو قبل باستخدام أسلحة النيتو أو الحلف الأطلسي في معارك ناكورنيكرباخ في نفس التوقيت نجد على أن اليونان وبعد ساعة مما قام به الأرمين نجد نفس الشكوى مقدمة إلى النيتو وإلى الأمم المتحدة وإلى الاتحاد الأوروبي بشأن البير قدار وبشأن ما يسمى بالخروقات التركية عبر الدرون المهم هو التركيز على هذا السلاح بالأساس في الشكوى الأولى والشكوى الثانية وشكوياني موجهاني مباشرة إلى النيتو وإلى الحلف الأطلسي من أثينا ومن الأرمينيين بهذا الاتجاه تقريباً بحيث أن المهم بالنسبة لما يجري اليوم من كولسة في هذه الحدود وما يجري في الكواليس فعندما اتصل لودريون بنظيره الأرميني كان مهماً جداً التوصل بالشكوى وتوجيه إلى النيتو كان هذا هو المهم بالنسبة للفرنسيين لتغطية الدعم المباشر بالمضرعات التي نزلت في قلبي المساعدة الإنسانية فقد وسدت طائرة تانية وطائرة عسكرية في نفس المطار وبالتالي فالكل لاحظ على أن ليس هناك طائرتان بل هناك ثلاث طائرات كما لدى المتابعين وبالتالي أصبح الأمر مكشوفاً جداً بأن هناك نقل للمضرعات الفرنسية التي ستدقل الخدمة قريباً جداً في المنطقة خصوصاً لدعم القوات الخاصة التي هي البارحة قلنا على أنها عادت إلى العاصمة هي عادت إلى العاصمة فعلاً من أجل ترقي هذه المساعدة والنزول بها إلى قلب الجبهات وهناك الأسف تفصيل على 301 أحد الحسابات القريبة من المخابرات الأرمينية تكشف هذا المعطى بشكل سريع إذن نحن أمام هذا الترتيب الحقيقي الجاري به العمل والذي سيجعل المضرعات الفرنسية على أهبة الاستعداد أمام تجربة جديدة في مقابل الدرون التركي السؤال الآن هل يمكن للمضرعات ولحرب المضرعات التي أصبحت الآن هي حرب المدن وحرب القرى في الإقليم في إقليم أذربيجان ما هو بالتحديد نحن لدينا التفصيل التقني بأن هناك إمكانية كبيرة جداً لعزل هذه المضرعات لسبب بسيط جداً وأنه في 2019 وفي التمارين التي أنجزت للقوات البرية والمشتركة أصبح هناك تقريباً استخدام استخدام لهذه التقنية بالنسبة للدرون في تعاملها مع المدرعات الفرنسية أو من صنع فرنسي وثبت أن هناك فقط حوالي الأربعين في المئة من النجاح وبالتالي فأصبح الأمر لأن اليوم نحن أمام 22% فقط في نجاحات الاسلاح الروسي فبالنسبة للأرمن يريدون تجربة المدرعات الفرنسية التي الآن تصبغ وبشكل مكثف من أجل الدخول في حدود 12 ساعة قادمة للدخول إلى الإقليم بالنسبة للخبراء يعتقدون أن نسبة النجاح ستكون ليست مرتفعة بالشكل الذي قد يقلب المعادلة لن تقلب المدرعات الفرنسية المعادلة الجارية اليوم خصوصاً إن كانت هناك جرأة في التعامل مع شوشي وإسقاطها قبل أي حال قبل تدخل هذه المدرعات هذا هو المهم بالنسبة لما يجري في المنطقة خصوصاً وأن هناك مدرعتين قدمتاً مع القوات الخاصة مدرعتين دخلتاً وحيدتاً في يوم 15 أكتوبر يعني أننا أمام تجربة ثانية لهذه المدرعات والإعادة تأهيل القوات الخاصة الفرنسية من أجل عدم إسقاط العاصمة الإقليم مهم جداً عدم إسقاطها بالنسبة للآذرين أيضاً يمكن وقف إطلاق النار مع شوشة ومع المرتفعات المطلة على عاصمة الإقليم وهذا يكفي بالنسبة للجيش الآذري وأهن ذاك يمكن الدخول في المفاوضات إذن بالنسبة للوعد الآذري بعدم الدخول إلى عاصمة الإقليم كما قيل لبوتين فإن المسألة اليوم هي قصف باتجاه شوشة وإحاطتها على المرتفعات وآن ذاك يمكن التفاوض إذن هذه ناحية الناحية الأخرى دخول السلاح الإسرائيلي لأننا لسنا فقط أمام ما يحكيه الأرمن بحدود لأن الذي حدث اليوم هو أن كانت هناك ضربتين مباشرتين ضد هذه المضرعة كانت أداؤها اليوم ليس بالشكل الذي كان ينتظره الجميع خصوصا أمام الألغام فكانت مشكلة مع الألغام رغم أن الجانب الأذري كان مهما جدا بالنسبة إليه أن يصل هناك فرقة أن تصل هناك فرقة هندسية ضد الألغام لأن المهم هنا النصر الكبير الذي حققه الأذريون ويجب أن تعرفه هذا بشكل كل الإقليم كل هذا الإقليم الذي نسميه ناكورنو كارباخ والذي كان لمدة ثلاثين سنة تقريبا تحت حكم الأرميني كان مهما بالنسبة إليه أن يلغم الأراضي أن يلغم الحدود التي وصل إليها بقوة النيران فعمل خطوط ألغام شارك فيها الإسرائيلي وشارك فيها الفرنسي وخبراء أمريكيين هذا نكشفه لأول مرة وغيرهم هناك أكثر من 200 خبير دولي يعني حوالي 17 جنسية كانت قد تورطت في تلغيم الإقليم فأصبح ملغما بالشكل الذي لا يتخيله أحد فبالنسبة لي التقدم الذي يحدثه الآن الآذريون ليس عندما تنظرون إلى التفجيرات الكبيرة فليست من القصف وليست من شجاعة الآخرين إنما من شيء واحد هو عدم تمكن بعض الألغام أو عدم التمكن من بعض الألغام لأنها تكون إما مركبة وإما فاعلة على جزء وتبقى بعض المرور وعندما تعود النيران قد تنفجر مرة ثانية لذلك فمسألة الألغام التي واجهتها الفرق الهندسية الفرق الهندسية الآذرية التركية الباكستانية الألبانية إلى آخره هؤلاء هم الذين حققوا فعلا التقدم الحقيقي كل قرية ملغمة هذا للعلم كل الحدود ملغمة إذن المرور عبر الألغام في الوصول إلى الأهداف يكون بشكل كارثي وبالتالي فمرور المدرعات يكون بشكل أخطر وبالتالي فنحن أمام الانسحابات هي انسحابات واضحة لأن هناك هروب كما حدث في أكثر من منطقة ليست هذه المشكلة مشكلة مع الألغام وهذه المشكلة التي تعاملت معها لأول مرة وهنا نكشفها الطائرات الدرون المختلفة تعاملت بالشكل الكافي مع الألغام في الحدود التي يظهر فيها لا تتجاوز المتر عمقا إن لم تتجاوز المتر فإن هناك استكشاف عبر طيران درون صغير أو روبط طائر أو رأس طائر وهذا ما يفتح جبهات القتال هذا هو السر الذي دفع الجميع إلى الاستغراب في موسكو وفي غيرها كيف لإقليم من أكبر الأقاليم في العالم الملغمة ورغم ذلك مر مر الآن بتجاوز كبير وبإسقاط فازولي وإسقاط جبرائيل وأيضا أدروت وغيرها وأيضا شوشا القادمة إذن هناك إمكانية كبيرة لسبب بسيط جدا هو التلغيم الثاني الذي شاركت فيه القوات الخاصة الفرنسية وشاركت فيه قوات فاغنر التي تقاتل بشراسة هؤلاء الذين لغموا للمرة الثانية عاصمة الإقليم وضواحيها وأيضا شوشا ولذلك فشوشا ليس فيها أحد وليس فيها جندي ورغم ذلك فساحات القتال مخيفة لسبب واحد لأن الوصول إليها وليس فقط عبر الجغرافيا المعقدة إنما أخطر من ذلك عبر الألغام التي أصبحت هي لغة اللغة الأساسية بالنسبة لجيش النكورني كربا المعلن عنه وغير المعترف به دوليا إذن هذا الإقليم هذه الألغام الانتصار الذي حدث لا يهم بنسبة للأمطار يهم في استخدام الدرون أو الجيل الخامس أول حرب أول حرب تقاد في هذا القرن للجيل الخامس فيه أن الروبوطات الصغيرة هي التي تكشف الألغام فيه على أن الدرون رشاش وفيه العملية الانتحارية عبر الدرون وفيه الدرون الذي يحيد بشكل كامل آس 300 والإسكندر آم وكل ما يسمى بالأسلحة الطاكسيكية إذن هذا هو العمق الذي يحدث اليوم ولذلك عندما تجدون مثلا على أن لا وجود لمقاتلين ورغم ذلك لا يتقدم الجيش الآذري لهذا السبب أساسا هو الألغام مشكلة الألغام هذه للإشارة وهناك إشارة ثالثة بعد المدرعات الفرنسية التي هي قابلة للتحييد والعزل بشكل كامل المدرعات الفرنسية لن يكون لها الدور في إنقاذ في إنقاذ المدن المتبقية الأهم من كل ذلك هو أن تكون المدرعات أو سلاح المدرعات الذي أخذ البارحة أخذ المهندس المهندس الرئيس بالنسبة لهذه لهذه المعركة واستشهد البارحة هو السيد زور حسين أوغلو جعفر إذن هذه الشخصية بالأساس هي التي هندست هندست لثلاثة مواقع أساسية في سقوطها وهناك أو تحريرها ثم التقدم بشكل كافي أمام الرؤية رؤية للمدن الأخرى وبالتالي فإن الاستمرار في هذه الرؤية سيكون شديداً أهمية خصوصاً وأن النجاح هذه النظرة كان موفقاً جداً ثانياً على أن الأمر بالنسبة للمدرعات الفرنسية لا يجب أن يكون عنصر ضغط خصوصاً وأنه ثبت فشله سابقاً في 2016 وثالث نقطة أساسية هي التعامل مع الألغام وهذه الاستراتيجية يجب أن تنتقل إلى ما يسمى بالألغام الذكية التي هي اليوم حول عاصمة الإقليم والتي يمكن أن تسبب في خسائر أكبر لذلك فالأمر صعب جداً والحرب شرسة للغاية وهنا نؤكد على أن الترتيبات الجارية ستدفع بالتجاه واضح هو الشوشة ولا شيء غير شوشة في المستقبل القريب بعد تجاوز الألغام شكراً جزيلاً وإلى اللقاء